تقدر تقول كده بالفهم المليان أنه الأهلوية في الانتظار ليه؟ لأنه المباراة دي في منطقة الأهمية أولاً هي مباراة أولى بعد غياب طويل ثانياً مباراة بطولة يعني الأهلي لو كسب مطش السوبر ياخد كاس سوبر مصر بتاع الموسم الأخير وكمان بينقصين كده نقف البيل خماسية يعني الموسم ده يبقى الأهلي فيه خمس بطولات دوري، كاس، دوري أبطال إفريقيا، سوبر إفريقي وسوبر مصري وكمان نضيف على ده أنه أول ظهور لصفقات النادي الأهلي الجديدة وديه حد ذاتها مخلينة الناس كلها قاعدة ومستنية صفقات الأهلي الجديدة هتعمل إيه؟ هتظهر إزاي؟ وكمان تقدر تقول أنه مهم جداً تاخد كده رسالة اطمئنان من العرض اللي هتقدمه الفرقة في انطلاقة موسم وفي نهاية موسم هو الاتنين مع بعض مش عارف إزاي بس هو ده احنا عملينها الأول مرة أنت بتلعب مسابقة الموسم الأخير في بداية الموسم الجديد فالناس عايزة تشوف فرقة النادي الأهلي وتطمن إن شاء الله لأنه زي ما اتفقنا جمهور الأهلي بيراهن على كل البطولات إن شاء الله بنسبة نجاح 100% ونحن أدها إن شاء الله بإذن الله خلينا نتكلم على مبارات طلاع الجيش ونكلم مع حضراتكم كمان على الصفقات النادي الأهلي الجديدة أرقامها تحليل أداءها طبعاً شريف سلم متمايز جداً في تحليل نقاط القوة والضعف اللي يجب أن نشتغل عليها أو اللي يجب أن نعالجها فخلينا ندخل في موضوع الأهلي طلاع الجيش ونرحب بشريف أهلاً بك يا شريف أهلاً سهلاً أستاذ أحمد وإن شاء الله موسم موافق إن شاء الله لسه بتقول إن شاء الله موسم موافق تراهن على الموسم ده؟ إن شاء الله بإذن الله الصفقات الجديدة مع ويا قلبك؟ آه جداً مع ويا قلبك طيب نبتدي كلام بمطش الأهلي وطلاع الجيش إزاي شايف المباراة وخصوصاً إنها مش هقولك بعد غياب طويل لكن بعد توقف يعتبر الأطول على مدار المسلمين الأخيرين والله إحنا يعني الريكورد بتاعنا مع طلاع الجيش كويس ما فيهوش هزايم لكن فيه مشكلة إن إحنا آخر ثلاث مرشات مع طلاع الجيش كنا بنعاي سيمي فاينال كاس مصر آه انتهى بمعاناة وضربات جزاء والدور الأول ماتش واحد واحد لحد الديها تسعين تقريباً حد ما خلصنا بهدف الفوز اتنين واحد ومبارات الدور التاني اللي صعبت شوية علينا بطولة الدوري والتعادل 0-0 ففرقة الجيش فرقة كوية عندها إمكانيات كويسة عندها تاكتك كويس أكيد فيه مشاكل فيش فرقة ما عندهاش مشاكل لكن نشتغل مع النادي الأهلي بشكل كويس جداً على مدار المباراتين بتوع الموسم ده ومبارات نهاية الكاس بتاع الموسم اللي فات فدي بالنسبة لي حاجة تقل شوية وبالذات الكاس تقل أكتر اللي نتعرف البطولة أو الماتشاط البطولة اللي بتتحسن من مباراة واحدة دي بتبقى نوعاً ما الكافتين فيها مهما كان الأسماء والتاريخ والإمكانيات وكل حاجة والفوارق الكافتين فيها بيبقى 50-50 الكافتين 50-50 والمفاجآت وردة صح؟ طبعاً المفاجآت وردة المفاجآت في كرة القدم وردة في أي مباراة حتى لو في مباراة الدوري لأن في الآخر هي مباراة كرة قدم اللي هيقدر يشتغل أكتر على نفسه وينتج أحسن على مدار التسعين دي هو اللي هيقدر يحقق كان الثلاثة بونت بتاع اللقاء أو حتى لو كان مباراة كاس أو مباراة زي مباراة السوبر اللي هتتلاعب بعد بكرة لكن أنا بالنسبة لي برضو في حاجة برضو لازم نحطها على مباراة الجيش إن إحنا في مباراة الكاس كنا راجعين طبعاً من النهائي بتاع نهاية القرن طبعاً زكرة عظيمة طبعاً أو قربة أهيال زكرة الزكرة الأعظم دي بالنسبة لأهلوية طبعاً يعني لا يوجد شيء مباراة أو في بطولة الأهلوية فرحوا فيها زي النجمة التسعة لا تحصل تاني إلا لو أنها تكرر تاني ومش هيكون له نفس الأحساس لأنه خلاص يعني أول مرة بيبقى لها دايماً أحساس مختلفة طبعاً مختلفة فطبعاً ده أعظم لقاء رجعنا من البطولة دي لعبنا كاس مصر فطبعاً كاتل فيه شوية مش هقول إرهاق بس كان فيه إرهاق زهني من الفترة بتاعت اللقاء لأن اللقاء الزمال كتأجل أكتر من مرة بعدها رجعنا بقى الدور الأول بتاعي الدوري كان فيه إرهاق بقى عدد مباراة متتالي فكان فيه إرهاق فالمباراة صعبت شوية وكان فيه بقى مشكلة طبعاً أخيرة في المباراة بتاعت الجيش سفر سفر كان شوية فيه ضغط زهني على اللعيبة ده مش موجود المراد ياشيح ده المفروض مش موجود المراد إحنا بنبدأ سيزن مريد مرتاح مفيش ضغوط من أي نوع الفريق دعم نفسه بصفقات من العالة التقيل فكل العمل اللي انت بتقولها مش موجودة في مباراة السوفر اللي جاي الإرهاق موجود بالنسب أقل لأن اللعيبة أخذت راحة بس طبعاً قلنا لده الكلام ده الحلقة اللي فاتت إنه اللي أخذ راحة هي مش اللعيبة الأساسية لأن اللعيبة الأساسية انضمت للمنتخب وسفرت ولعبت مع المنتخب وبعد كده رجعت أخذت خمس أيام راحة طبعاً ده شيء ما بيحصلش في العالم كله إن حد يأخذ خمس أيام راحة ما بين موسمين يعني فطبعاً صعبة جداً بس خلينا برضو نتفق إنه حصل فاصل زمني حتى لفاصل زمني قليل وحصل فاصل زهني خلاص أحسن من ما فيش يعني أحسن من ما فيش معنا بقى النهاردة هنتكلم شوية على الجيش فيه الجيش فيه شكل جديد فيه أسماء جديدة فيه عشر لعيبة دخلوا جديد بس إحنا هنا هنتكلم مش على إمكانيات لعيبة يعني مش هنناقش إن اللاعب ده عنده مشكلة فإحنا هنضغط على المشكلة دي لأ إحنا هنناقش إن فرقة الجيش في الجزء بتاع التاكتكس عنده مشكلة اللي هو الجزء فيما يخص المدرب والفرقة نفسها فإحنا هنتكلم على المشاكل اللي موجودة عند فرقة الجيش فيما يخص التاكتكس مش أسامل لعيبة بس أوه طبعاً هو دعم بلعيبة كويسة جداً أبرز الأسماء لو تقول لنا صفقات الجيش أنا ما يهمنيش قوي الأسماء اللي خرجت سوريا الأسماء اللي دخلت قد ما يهمني الأسماء اللي خرجت اللي كاب التاكتكس فأنا بالنسبالي خروج أحمد سمير طبعاً هيبقى مشكلة كبيرة للجيش طبعاً مع خروج عمر جمال مشكلة كبيرة للجيش أنا دول أكتر الاثنين لأنه اللي بيعملها فرقة الجيش بتعتمد على الاثنين دول فخروج الاثنين دول بالنسبالي بيحقق لي نسبة أمان فإننا مش هبقى الآن قوي من التحولات الهجمية اللي كان بيعملها فرقة الجيش على النادي الأهلي في المارش بتاع الدور الأول والمباراة بتاعت الدور الثانية